سلام حبابي نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر المتابعين لقدام والجداد والناس اللي تحقوا بهذه القناة يربي يحقق لكم يعل أماني اليوم غدي نعطيكم طاقة جديدة وصفة رائعة اللي غدي تعطيكم تفتحها باب الرزق تحيد الحسد والعين والطرد النواحس المرة اللي ماش تقدرش تشتغل في البيت عندها ألم في الجسد عندها طاقة سلبية في البيت لابد أنها تدير هذه الوصفة لأنها وصفة رائعة وأكثر من رائعة إذن إن شاء الله قبل ما نبدأ ونصلي وكاملين على سيد الخلق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة هذه الوصفة إلا كان عندك صداع والمشاكل في البيت هاد الوصفة رائعة الناس اللي عندهم قلة الحظ الناس اللي زعفانين من البيت ما باغينش يجلسوا أو يجلسوا في البيت دي ما عندهم عندهم واحد نفور للبيت دي ما عندهم باغين يخرجوا وما باغينش يستقروا في البيت إذن الولاد اللي سيتخاصموا بالزعف بدون سبب عندي عين عندي حسد عندي طاقة سلبية في البيت بغيت نخلص راسي منها ونكون إيجابية هاد الوصفة غادي تديروها ليلة العيد وإن شاء الله تبدأوا في ليلة العيد غادي تخدمها ليلة العيد غادي تصوبها وصباح العيد غادي تستعملها إن شاء الله ولكن هي صالحة لجميع الأوقات ولكن بمناسبة المولد النبوي غادي ناخد واحد طاقة في هذه الليلة ونزرعوها لأنها غادي تحيد عليك النواحس النحس اللي تيجيك من اللغض النحس اللي تيجيك من كلام الناس تكوني دائما محتارة في الناس أن تيجيبوا سيرتك دي ما سيرتك مجبوضة وديما أنت ما عندكش حض مع الناس إذن نبقوا معايا غادي ناخدو الماء الماء ناخدو يبقى ساعتين ونغطيه ونخليه ماشي غادي ناخدو مر وبيني أو كما يقولو خدنا المصريين من الحنفية غادي ناخدو ونخليه مدة ساعتين حتى يستقر عندي واحد المكون اللي ما غاديش تبقى وتلاحو لأعضام ديال الزيتون نوا ديال الزيتون غادي تغسلوهم مزيان أو غادي أي زيتون إلا الأسود الأخضر الأحمر ولكن هذا ديال الزيتون الأخضر حاولوا أنكم تبقى وتغسلوهم وتنشفوهم وتخليهم رائعا في جلب القبون والرز وطرد النحس من العتبة عدنا الملح الملح الطعام أي ملح طعام غادي إن شاء الله غادي ديروها أول حاجة غادي ناخد مغرفة أو جوج وغادي إن شاء الله نحاول هذا الماء اللي خديته من الحنفية أو من روبيني نخليه تقريبا يبقى ساعتين وعادا نخدم به رائع وأكثر من رائع غادي ناخد النوا ديال الزيتون لأنه رائع لجلب الخيرات إلا لقيت أوراق إلا لقيت أوراق الزيتون ضيفوها لأن غضيفوها بعد ديال الزيتون أوراق الزيتون رائعين في رش البيت من النواحس إذن غادي ناخد عدد سبعة 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 إذن واحد وعشرين حبة وغادي ندير أنا بدون عدد لأنكم لأن وقت صغير غادي يمشي ديال وقت إذن غادي تدير سبعة في سبعة في سبعة إذن هاد الأرقام ديال الحض سبعة 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 إذن حسنا نخدمه بالطاقة الإيجابية سبعة نوا سبعة نوا سبعة نوا وغادي إن شاء الله نحاول أننا نديرهم وغادي نحطهم فوق النار جبتكم معي الكوزينة باش أنني نوريكم حطيتهم فوق النار حتيت بخو وغادي إن شاء الله نضيف لهم الملح على أساس أنني غادي نخدم هاد الوصفة لتطهير البيت إن شاء الله حتى يغلى هاد الماء وعاد يبقى يبرد وعاد نقرع ليه هاد الآية لجلب الرزق وطرد النواحس وآية أخرى لإبطال أي سحر أو عين أو تابعة غادي إن شاء الله انطردوا النواحس إذن أوراق الزيتون ما عندكم أوراق الزيتون ما تديروه مش ولكن ديالطمر إلا ملقوش النوا ديالطمر يديرو نوا ديالزيتون ولكن هاد الوصفة تدير بنوا إما ديالطمر وإما ديالزيتون ولكن الزيتون رائعة في جلب الخيرات ضيفوا لها تنكرر أو تني ضيفوا لها أوراق الزيتون بعدد سبعة 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 يه وحد وعشرين وحد وعشرين ورقة ديالزيتون غادي نحاول انتبخهم حتى يتجانس الملحة مع هاد النوا ديالزيتون وغادي نقرأ لها هاد القراءة المرة تتحرك وهي تتقرأ هاد القراءة اللي غادي تقرأ آية رائعة غادي تقرأ سبع مرات بحول الله وقوته أعود أعود بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه غادي ان شاء الله تكتبوها وغادي تقرأ سبع مرات ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه غادي تقرأ سبع مرات بنية جلب الخيرات وغادي نقرأ آية لإبطال السحر سبع مرات إذن احنا عدنا سبعة في سبعة غادي سبعة أخرى هي واحد وعشرين مرة القراءة إذن قرأت هذه آية سبع مرات وغادي نضيف آية أخرى لإبطال جميع أصحار عود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم بالسحر وانا وانا خشي وتنحرك قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وتتبط لي أي سحر وتتغطي إيديك بجوج لأن ديما المرأة ضرها يديها وغادي نضيف سبع مرات هذه القراءة ديال سورة الفلق سبع مرات سورة الفلق سبع مرات إذن قرنا الآية اللولة سبع مرات وقرنا الآية الإبطال سبع مرات وقرنا هذه الصورة هي سورة الفلق اللي غادي تحل يقع العقد اللي في البيت غادي هاد الماء غادي نطلعو سطح البيت غادي نطلعو السطح البيت وغادي نخلي هديك الليلة اللي حطيتو في الليل غادي آآ نحاول أنني ناخدو قبل من طلوع الشمش نهار آآ المولد النبوي غادي إن شاء الله ناخدو غادي الرش العتبة والرش البيت كامل يوم يوم إن شاء الله الدكرة النبوية غادي الرش ثلاث أيام من هاد الماء لجلب الرزق لطرد السحر لطرد الموانع لطرد أي حاجة وصورة الفلاق تطرد النواحس والعقد اللي عندكم في البيت إذن هاد الوصفة غادي ندير ضخاخ بحلقة إلا كان عندي كان عندي معطر كان عندي أي معطر غادي ناخد الماء غادي ناخد الماء ونضيفه إلى المعطر أما أما النوا النوا غادي ناخده غادي نجمعه بحلقة وغادي نوزعه كل ذاوية غادي نحط فيها ثلاثة حبات ثلاثة حبات كل ذاوية غادي إن شاء الله ناخده لأنه في طاقة الرزق صورة الفلاق باش تحلكم قاعد عقد مع أية غادي نوضعها في كل ذاوية إذن فهمتوني إن شاء الله غادي تديرها وتوضعوا في ثلاث زاويات أو أربع زاويات أو خل ما الأحسن سبع زاويات كل ذاوية نوضع فيها ثلاث حبات أو أكتر من زاوية إذن كل غرفة نحط فيها لجلب الرزق إلا كان الباب نحط حدها شي حاجة قليلة إلا كان عندكم عندكم شي مزهرية أو عندكم شي محبق فيه النوار أو فيه هذا عشب غادي تديروا فيه شي قليل من هذا النوا إذن تنسمن هذا الفيديو يعجبكم ولكن لا بغيتوا ترشوا كل يوم خدوا معطر هذا معطر غادي تضيفوا له شوية منه ويبقى عندكم دائما غادي يعطيكم محط طاقة إيجابية دائما تبقى وترشوا الباب كل صباح العتبة والباب وغادي تكونوا مزيانين إن شاء الله إلا أجبكم الفيديو لا بود تخلوا لي لايك وتدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته